هنعمل كمان وصفة سبانخ بالحمص حلوة جدا 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 عندنا ورق سبانخ كده بيبي عندنا بصل أبيض مفروم جنزبيل وكسبرة وسماء وكاري وورق لورة وحمص وصالصة تماطم أو تماطم فراش مع ملح وفلفل وزيت طيب أول حاجة هنحطوها هنا هي البصل ماشي حط البصل كده مع التوابل اللي هي إيه؟ رشة جسط تسيب رشة فلفل أسود ملح كركم أنا قلت كاري هو كركم عم ترمش كاري سماء كوزبارة شايفين كمية التوابل الحاجة الوحيدة اللي مش هنحط منها كتير هي الجنزبيل معلقة صغيرة ولو عايزين تحطوه فراش زي ما انتو حبين خلاص يبقى احنا حطينا هنا ايه؟ حطينا زيت حطينا بصل أبيض مفروم وحطينا كاري وسماء وجنزبيل ورق لورة وكمان ملح وفلفل أسود خلاص ورشة جسط تسيب هنقلب كده بس هي محتاجة زيت ايه صراحة خلاص نقلب واسبهم بقى لحد ما البصل يستوي جوه التوابل دي عايزة يستوي شوية جوه التوابل لأ لسه البصل عايز يدبل أكتر من كده نستنيه يدبل هحط عليه الحمص نقلب نقلب لكل التوابل دخلت مع البصل مع ورق اللورة مع الحمص هنسيبهم كل اللي انا هعمله هعمل ايه بقى؟ يا اما نحط مية مغرية شوية صغيرين يا اما نحط عصير الطماطم انا بما اني عندي عصير طماطم مش هستخدم المية خالص مش هخليها ايه؟ كلها كده هاشي؟ هشوف محتاجة في الآخر خالص حبة مية هقوم حطاها الريحة جميلة جداً فكرة جربوا الوصفة دي هتتبستوا منها قوي طب اللي بيحب بقى اللحمة ولازم يأكل لحمة مع الأكل دي ممكن تليقي معيها ايه مكعبات لحمة صغيرة اللي هي بنسميها راس العصفورة ايه اما لحمة مفروبة شايفين السبانخ دي؟ هنرجع نرقاها كلها هبطت بصوا نعمل كده السبانخ اللي بالكاري وجصة طيب البهارات بتاعتنا السماء البصل الكمان الحمص السبانخ الطماطم المبشورة او عصير الطماطم او صلصة الطماطم زي ما انتو حابين انا مش بقول كده والله بجد بس هي فعلا فعلا رحيت حلوة قوي دي تبتاكل جنب روز ابيض بجد لطيفة جدا جدا جدا